سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للديان وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوا هامس والرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان من أراد الوصول فعليه بالأصول ومن ثار على الدرب وصل واعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم اعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتته الراحة وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة قيل للربيع ابن خيثم لو أرحت نفسك قال راحتها أريد قيل له لو أرحت نفسك قال راحتها أريد فقيل للإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة قال عند أول قدم في الجنة أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتسر عيني بالرسول عُتب أحدهم لشدة اجتهاده فقال إن الدنيا كانت ولم أكن فيها إن الدنيا كانت ولم أكن فيها وستكون ولن أكون فيها إن الدنيا كانت ولم أكن فيها وستكون ولن أكون فيها ولا أحب أن أغبن أيامي فالصلاة خير من النوم والتجلد خير من التبلد والمنية خير من الدنية فكن رجلا رجله في الثرى وقام تهمته في الثرية فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحياة إن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحياة أعود بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصقاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة قال الفضيل إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطريق الضلالة ولا تقتر بكثرة الهالكين اللهم اجعلنا هداتا مهتدين لا ضالينا ولا مضلين اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفة والفسوق العصيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا ورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وفقنا لإتمام الشهر سياما وقياما يا رب العالمين اجعلنا فيه من المقبولين ومن عثقائك من نار يا أرحم الراحمين يقفل لوالدينا وأوالدي والدينا ولكل من له حق علينا يا رب العالمين آمننا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين ووفقهم للعمل الصالح يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شيبنا ونسائنا وأطفالنا يا أرحم الراحمين يا جبار السماوات والأراضين ليس لنا ربا سواك فندعوه وليس لنا إلها سواك فنرجوه يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ناصر الضعفاء والفقراء والمساكين يا ذا القوة المتين